هارده تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا تاني من أنتونيو جوترش ده غير اتصال أول مبارح سكرتير عامل أم المتحدة والأعرب عن حرصه على موصلة التشاور مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مستجدات التصعيد في قطاع غزة والمواجهات العسكرية على حد وصف جوترش ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيليين فضوء تطورات متسرعة بتمثل تهديد حقيقي لاستقرار الإقليم استعرض الحقيقة الجانبان فخامة الرئيس وسكرتير عامل أم المتحدة الاتصالات والتحركات التي تدور على المستوين الدولي والإقليمي بطبيعة الحال الحدف على استعادة التهدئة خفض التوتر مؤكدين على أهمية تجنب توسيع دائرة الصراع إتاحة المجال للجهد الدبلوماسي لحماية المدنيين ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدورة في هذا الصياق الحقيقة تقدم السكرتير العام بالشكر لفخامة الرئيس السيسي على الجهود اللي بتقوم بيها مصر ودرها المقدر على صعيد بذل المساعي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة طيب هنا أقدر أقول لك أنه اتصالين من السكرتير العام الأم المتحدة بفخامة الرئيس انعكسوا شيء يعكس إيه؟ هو يعكس عملياً أن مصر هي البلد الأقدر أنا مش بقول لك الوحيد مش بقول لك أنه من ضمن لا هي لمصر لا من ضمن ولا الوحيد هي مصر الأقدر والأقوى وصاحبة الذراع الأطول في أنها تستطيع أن ترأب صدوع في هذه القضية ده من ناحية من ناحية تانية هي الطرف الأكثر نزاهة اللي لم يكن الأنزه على الإطلاق يعني أو النزي الوحيد لكن هقول لك الأكثر نزاهة لأنه مصر حيئة سياستها طول الوقت الخارجية طول الوقت طول الوقت هي وسيط نزيه في أي وساطة بتدخل فيها مصر وبالتأكيد في هذه القضية اللي مصر بالمناسبة عشان بس تبقى فاهم اللي مصر بالمناسبة بدلت فيها دماء لمئة ألف شهيد لأجل الأراضي الفلسطينية وما فيش دولة في العالم عملت ده ده بس مهم وبالتالي اتصالين هاتفيين من السكرتير العام لأم المتحدة هو انعكاس لنا بقوله لك انعكاس إلى أن مصر هي الأقدر على ذلك انعكاس إلى أن مصر هي الدولة صاحبة الذراع الأطول أن مصر هي صاحبة الخبرة الأطول من ناحية والأكثر عمقا من ناحية لحل هذه الأزمة ولحل هذا الصراع مش بنتكلم بس على الوضع الحالي ولكن على الوضع بشكل عام استقرار أمن المنطقة يبدأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي وبالتالي إن قلنا يبدأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة يبقى فورا روح للقاهرة عايز حل روح للقاهرة في الحالات اللي زي كده لازم تنظر دائما إلى القاهرة في على حسب وضعها السياسي يعني الإدارة السياسية وإرادة هذه الإدارة الإدارة السياسية لمصر ممثلة هنا في رئيس عبد الفتاح السيسي وبالتالي هنا تنظر إلى إرادة الرئيس في وضع حلول إرادة الرئيس واضحة الإرادة واضحة في إيه؟ في تصور قاطع عايزين الدنيا تهدى؟ يبقى لازم نحل هذه الأوضاع على مبادئ متعلقة بالعودة إلى حدود ما قبل 1964 1967 عايزين حل للمنطقة أو حل لهذه الأوضاع يبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين عايزين حل للأوضاع يبقى لازم إيقاف فوري لأي شكل من أشكال الاعتداءات بتاع الجيش الاحتلال أو المستوطنين بحق أهلنا الفلسطينيين مش بنتكلم على الوضع الحالي فقط ولكن ما قد يحدث للأسف مستقبلا أو بحيث لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات اللي كانت بتحصل على مدى عشرات السنين الماضية عقود من الاعتداءات فعشان نقدر نعود على ترميزة مفاوضات ما ينفعش تبقى أنت بتعتدي علي وتقولي يلا بينا نعود على ترميزة وقف الاعتداء الأول وإحنا في إيدينا التفاهمات مع الفصائل الفلسطينية كلها الاربعتاشر فصيل عندنا في مصر في العالمين من شهرين وشوي الكل بيقدر الدور المصري أنا بكلمة هنا على الاربعتاشر فصيل فلسطيني كلهم دون استثناء يقدرون مصر كلهم دون استثناء يعلمون أن الحل في القاهرة كلهم دون استثناء مستعدين دائما لقبول المقاربة المصرية بس لازم نوقف لأعتداء ترجمة نانسي قنقر